من الجليل الأعلى مرسلة التلفزيون العربي كريسين ريناوي مرحبا بك كريسين كريسين زاعت الجيش الإسرائيلي بتقول أن حزب الله نفذ ثلاث هجمات بالمسيرات على إصبع الجليل والجليل الأعلى والأسفل منذ الصباح يبدو أن هناك حالة من القلق في إسرائيل تماما هذا يوم حافل بالطائرات المسيرة باتجاه المواقع العسكرية والثكنات خالد في ساعات الصباح الباكر الساعة السابعة إلا عشر دقائق بالتوقيت المحلي سقطت طائرة مسيرة في ثكنة بيت هلل في إصبع الجليل وهناك أطلق صاروخ اعتراضي وفشل الجيش باعتراض هذه المسيرة وفي النهاية هي سقطت أيضا في ساعات قبل الظهر كانت دوت صفرات الإنذار في مناطق الجليل الأسفل جنوبي كرمئيل ومناطق المجلس الإقليمي مزقاف هناك دوت صفرات الإنذار للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي وتبين في النهاية باعتراض هدف جوي طائرة مسيرة أطلقها حزب الله وجرى الاعتراض في سماء مصنع رفائيل شركة رفائيل للصناعات العسكرية التي تنتج مقلع داود والقبة الحديدية خالد وبالتالي هذه العملية سهدفت هدفا استراتيجيا وعسكريا في الجليل الأسفل وأيضا في الجليل الأعلى هي العملية الأخيرة التي جرى الإقرار بها في أيلة شاحر هناك مقر وقاعدة تابعة لجنود الجيش الإسرائيلي أطلق باتجاه هذا المقر أربع طائرات مسيرة على الأقل الجيش اعترض إحداها فيما سقطت ثلاث طائرات مسيرة وذلك أدى إلى إصابة جنبي بجروح خطرة إصابة الجنبي بشضية في كتفه وخضع لسلسلة من الفحوصات والعمليات الجراحية بحسب مستشفى زيف بصفض خبر إصابة الجندي كان يخضع للرقيب العسكري منذ ساعات لكن تحت بنت سمحة بالنشر أفصح عن هذه الإصابة في النصف ساعة الماضية خالد وهناك حرائق مندلعة في ثلاث بؤر على الأقل تشارك في عمليات الإخماد عشر فرق إطفاء على الأقل نتحدث عن مناطق ديشون وأيلة شاحر في الجليل الأعلى وأيضا كانت اندلعت الحرائق الجنوبي كرمئيل جراء سقوط شظايا اعتراض يوم فيه الكثير من العمليات يأتي في فترة أصلا متوترة فترة تصعيد ميداني قبل قليل قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن وزير الأمن الإسرائيلي أفغلانت قد هبط في واشنطن أي أنه وصل ومن المفترض أن يلتقي كبار المسؤولين الأمريكيين من بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكين وزير الدفاع لويد أوستن وأيضا المستشار جيك سوليفن وأيضا المبعوث الخاص المتعلق بجبهة الشمال عاموس هوكشتاين المحادثات في واشنطن سوف تبحث سلسلة من الملفات مستقبل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة مسألة التسليح جبهة الشمال وحسب القناة بأن الوضع الأمني في الشمال سوف يأخذ جزءا كبيرا من الاجتماعات في واشنطن لأن الإدارة الأمريكية هي تحاول منع انزلاق الأوضاع نحو الحرب المفتوحة والشاملة ما بين إسرائيل ولبنان وحزب الله الجبهة الداخلية خائفة متوترة نسبة المبيعات المتعلقة بشراء موالدات الكهرباء خالد قفزت إلى نسبة 100% في الأيام الثلاثة الماضية على إثر تحذيرات من أن حزب الله بسهولة قادر على إسقاط الكهرباء وقطع الكهرباء وأيضا على وقع الفيديوهات التي نشرها حزب الله والتي هي في سياق الإرهاب النفسي كما فسرها الإسرائيليون ومن هنا كريسين سنتابع زيارة جالانت إلى الولايات المتحدة لنرى ما الذي تريده إسرائيل بالضبط من خصة جابة الشمال أشكر كريسين ريناوي مراسطة العربي كنت معنا من الجليل الأعلى